أعتقد فارس موضوع المساحات موضوع بيشغل حاليا الرأي العام ومن مسؤوليتنا هنا وكمان حرصنا على أولا سلامة الجميع سواء لعبين أو مدير فني أو أجهاز فني أو أي حد مسؤول حتى أسرهم أو كمان سلامة أو مصالح النادي الآلي اللي بتتمثل في مشوار الأفريقي بالضبط يا أحمد احنا بنواجه أزمة أنا في رأيي أن هي قد تعصف بمصابقة الدوري لو ما تدخلش المسؤول بصفته مسؤول بسرعة بمعنى بعض الأندية شفنا النهاردة خرجت بتصريحات رسمية أن هي لن تجري مساحات نتيجة التكاليف بعض الأندية الأخرى قالت بشكل واضح ومنها حتى الاتحاد السكندري هو اللي صرح بشكل رسمي وأكيد هيعقوبها أندية كتير أن لا إحنا هنجري المساحات عشان خاطر مصلحة لعبينة إذا تركت الأمور للبعض اللي بيقول أن إجراء المساحات شيء حتمي والبعض اللي هو بيقول لن يجري المساحات إذن أنت فيه خطر لأن الموضوع بقى قبيل الصدفة وبقى عشوائي فكرة أن أنا بقول اللي مش هيجري مسحة هعاقب اللاعب بغرامة مالية أو هكذا عقوبة هنا إحنا قدام مشكلة أنا كنادي ملتزم زي النادي الأهلي هأجري مساحاتي وبقاب الفريق ما أجراش مساحات أنا نسبة خطر الإصابة عند اللعيبة بتاعتي بتتزايد لأن الفريق اللي قدامي ما أجراش مساحات فبالتالي أنا بلعب وأنا مش عارف مين اللعب المصاب من غير اللعب المصاب اشتركوا في القناة